السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوات الامارات احلى اخوات على المجرة واحلى اخوات على اليوتيوب اخباركم ايه يا رب بخير دايما وبصحة وهلو النهاردة هنعمل مع بعض مسك سحري توحفة جدا مكونين اتنين فقط لا غير عايز اقول لك المكونين دول لو انت عندك تجعيد هتشيليها لو انت عندك هلات عندك كلف عندك تصبغات عندك حب شباب عندك اي مشكلة حرفيا في بشرتك هيروح تماما مكونينكم بلا يا جماعة هنعمل بيهم اقوى وصيرة معمول على المجرة قبل ما نبدأ في الفيديو هتحط تعليق بالصالح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعليق تاي نكتب انت في الجزء الكم عشان نشجع بعضينا والناس اللي ختموا ربنا يا رب يتقبل منهم ويلا بينا نبدأ وصفتنا حطينا اللايك ولا لسه ما حطناش اللايك حطي يا بنتي وسلاكي في رمضان حتى في رمضان كمان مسلكة اول حاجة عوزاها كل الليلة اللي انحنا هنعملها دي كلها مش هتتكلف منك ستة جنيه ولا سبعة جنيه كتير جدا هتروحي حضرتك للعطار هتجيبيلي شوية من الشاي الاخضر ده لو ما كانش عندك اصلا شاي اخضر في بيتك الشاي الاخضر دلوقتي بقى اساسي زي السكر والملح تمام فلو ما عندكيش شاي اخضر هتروح للعطار تشتريه مش لازم تشتري باكو براكم عش عشان الناس اللي بتتخضط وليك راشة لسه هروح باكو تشتري علبة براكم ممكن تشتريه سايب وتتعاملي الحياة بسيطة ابسط مما يكون انتو اللي معقدينها ببعضيها تمام كده تمام كده الشاي الاخضر ايه مسته للبشرة الشاي الاخضر منجم مضادات اكسادة اللي هو منجم كولاجين وغيب جدا بيمسح الهالات مسحة حرفيا وكنت سبق قبل كده قلتلك اغلس بقعتين في البشرية بقعت الهالات وبقعت الكلف كون ان اكتلائي مقوم بيشيل معاك الهالات و بيشيل معاك الكلف اعرف بقى ان هيشلك اسمرار تصبغات حروق شمس كل الكلام دوت يعني ايه راشة مضادات اكسادة واللي الناس ماسكيها كل شوية قولك ده ده مضادات اكسادة مضادات اكسادة اكسادة البشرة يقال بغتك اللي انا كون كده مبشرتي حلوة ووردي وامر وقص فجأة امبس الاقي وش انطفى وش كده عارفة زي مصفر اللي هو بيحصل اكسادة للبشرة الاكسادة دي بالبلدي للناس اللي عايزة تفهم لما يقولك ده حصل اكسادة اللي هو زي حصل تلف للخلايا عشان كده اللي هم احفظنا الحاجات اللي بتبقى مضادات اكسادة زي الشاي الاخدر وحاجات كتير دي بتكون من الحاجات اللي هي مضادة للسرطانات تمام كده بتقول مناعة ومضاد للسرطانات ومنجم كولوجين زي ما اتفقنا قبل كده فالناس اللي بشرتها مطفية مش هتلاقي احلى من الشاي الاخدر هيجدد لك خلايا البشرة من تاني الناس اللي عندها هلات الناس اللي عندها كلف الناس اللي عندها اي اسمرار يا غالي احنا بنعمل تجديد لخلايا البشرة من اول وجديد. حلو كده حلو كده. بعد كده يا روحي اتروح للعطار تقولي له انا عاوزة شوية من زر الورد. زر الورد ده كنا اتكلمنا عنه قبل كده عامل زي الورد المجفف. اهو عشان ما حدش يستقرب. زر الورد ده يروح قلبي اللي احنا خدناه وكنا حصري والاول مرة على اليوتيوب وعالمجرة وعملنا منه زيت الورد. يعني انت ممكن لما تروح للعطار ده رخيص جدا ارخص مما يكون. اه تعملي وصفتنا الامر دي وعملي منه كمان زيت الورد هيطلع معاكي حاجة كده رهيبة. كنا احنا اول قناة على اليوتيوب نعمل بيه زيت الورد. تمام كده? تمام كده. انت مش مستنية ان انا اقعد اقول لك. طبعا حطي لايك. دي حاجة حاجة اساسية انت يا امر وحطي لايك من غير حاجة. انت مش مستنية ان انا اكلمك عن فوائد مثلا الورد او زيت الورد للبشرة. طبعا كلنا عارفين ان رقم واحد في تفتيح البشرة اللي هو زيت الورد والكلام ده. تمام? فعايزين شوية من زر الورد. وعايزين شوية من الشاي الاخضر. اللي اتنين للبشرة حاجة كده كنبلة نضارة وتفتيح وترتيب وكل اللي نفسك فيه. عملت اي يا راشا? خدت شوية من دول كده كتيرة. وحبة من دول كده كتيرة. يعني معلقة ومعلقة. تمام? مع شوية مية نونو. وحطيتهم يغلوا. وطبعا بتغطي عليهم علشان الزيوت المتطيرة. بيطلع معاك يا قلب اختك بالمنظر اللي انت شفاءه الدامج ده. تمام? باخد معلقة من ده. على معلقة من ده. على كباية من المية. واغطي عليهم واسيبوا يغلي 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 حتى ان هنا هو برد شوية. تمام? وبروح حطاهم هنا كده بالمنظر ده. تمام? تمام. لكني كنتي توقف الوصفة على هنا ويبقى انت عملت وصفة وحفة جدا بمكونين. ولكني كنتي تحوليها معايا للسيرم وتبقى وصلت بيها للوحش. بمعنى بص يا قلب اختك. هنركن للطبقين دول على جنب كده عشان نبقى منظمين. تمام? هتحطي تعليق منك عشان يبقي تبقي سلكة وجميلة. تمام? تمام. لو انت عاوزة تستخدميه كده على وضعه. احنا دلوقتي هنحوله الصيرة موانزبة الدنيا. لو انت عاوزة تستخدميه كده على وضعه. اشتا جدا. بازاي? ان انا دلوقتي باخسل وشي كويس قوي. بجيب قطنة فيها شوية ميت ورد بمسح بيها بشريتي. بشريتي بقت امر وتتنفس كده اشتا جدا. بجيب قطنة بخطها هنا وبمسح على بشريتي. ينهار ينهار قولي معايا ينهار تنعيم وترتيب ووشي بيلمع وغيزة وحاجات كده امر وكلاجين وحاجة رهيبة جدا كده للبشرة. حلو? حلو. لأ يا راشا انا عاوزك اتحاول ما بحبش الحاجات اللي هزي بتبقى زاد تونر دي. انا عاوز اتحوله لسيرم. عاوز اتحوله لسيرم. ووصله لك كمان لليفل الوحش اللي هو اعلى حاجة على المجرة. تعالي نعمل كده. ومما اننا جبنا سيرة ليفل الوحش. احب اقول لاخواتي اللي لسه منضمين للقناة جديد. ليفل الوحش ده ملف احنا عاملينه. فيه اقوى وصفات اتعملت للشعر للبشرة للتخصيص. اقوى وصفات اتعمل. اقوى وصفات للصابون السير. اقوى كل حاجة اتعملت على القناة موجودة في ملف اسمه ملف ليفل الوحش هسيبولك في وسط الملفات في اول تعليق. بلاص ان في ملف التنظيفات العيد الناس اللي دخل على تنظيفات اليوم من دول في ملف اسمه تنظيفات العيد هسيبولك في اول تعليق. وعندك ملف العروسة برضو هتلاقيه في اول تعليق. بص يا روح. هنجيب بطرمان او هتجيبي طبق او هتجيبي حاجة موجودة عندك. حلو كده حلو كده. مطلوب من حضرتك عايزة شوية من جل الصبور. تمام? جل الصبار مش مستنية برضو ان انا بقولك ان هم اطلقوا عليه هيلورونيك في نفسه. ليه هيلورونيك? لان من الحاجات اللي بتحبس الرطوبة داخل البشرة. بتمتص الرطوبة من الجو وبتحفظها لك داخل البشرة. بمعنى سبق وقلت لحضرتك يا قلب اختك ان كتر وجود البشرة بتحت الجفة هيعرض للتجاعيد في اسرع وقت. اه بشرتي هي نشفة 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 نشفة. يوم واتنين وتلاتة هتكرمش 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 هيحصل تجاعيد هيحصل شيخوخة. هتلاقي لفتك لسه في التلاتينات في الاربعينات وشكل تمدي ستين سنة. واظون كتير مننا بيشتكم الموضوع دوت. تقولك ده انا لسه صغيرة بس ده شكل يدي خمسين ستين سبعين. تمام? تمام. فانا عاوزة طبعا الهايلورونيك غالي جدا ومش اي حد بيقدر يجيبه. فاحنا قلنا ان في حاجات موجودة معنا على المجرة رخيصة جدا تمشي معنا بديل الهايلورونيك وتحافظ على رطوبة البشرة. كم منها يا روحي اللي هو جل الصبور. سواء النوع ده انا شخصيا بكره النوع ده. يعني انت لما تيجي تشتري ما تشتريش النوع اللي هو عامل زي ورقة الصبور ده ريخم جدا. هاتي اي نوع شركة محترمة. تمام? هتحطي شوية منه هنا. سوينا افتحها. عايز اقول له بعد ما صورت شوية وفضيته وطلع مش بيصور. الدنيا ماشية بظهرها حطت علي. واحنا في رمضان حتى. تمام? كده يا روحي خدنا منه هنا بقى كده شوية. تمام? كده حلو جدا. هاخد بقى الخليط بتاعي اللي هو كان عبارة عن زر الورد اللي احنا قلنا عليه. وكان عبارة عن الشاي الاخدر. وهي هحطه هنا كده برح. تمام? اهو. افريل الباب يا لوجي. اهو. هحط كده اهو. تمام? تحطيلي بالعقل ما تحطيش كتير فتبص تلاقي الموضوع زي باهوة منك كده. آآ دوت لما تعمليه بتعمليه مركز معلقة كبيرة كده من آآ الشاي الاخدر معلقة كبيرة من زر الورد يطلع معاك مركز زي ما أنا عاملكت. تمام? اهو. اهو. تعالي كده نعمل بشوكة نقلب بشوكة كده. بحيس يطلع معايا زي السيرم. في حاجة لسه هحطها فازبوري معايا النهاردة هعمل لك سيرم كنبلة حرفية. اهو كده. اهو. هنعم بس كده بالشوكة. اهو. كل ما يكون عاوز هتحطيله شوية من اللي احنا عمدينه. اهو. براحة براحة. حطيت بقى شوية منه. تمام? كل ما يحتاج كل ما احط. وهفضل اتجيله التقليبة. تمام? كده قوامه امر جدا. ممكن انت عايز اتخففي اكتر من كده برضو براحتك. يعني هو كده قوامه حلوي جدا صيرم لطيف. لا يا رشد انا عاوز اخفف عن كده مفيش مشكلة. في ايدينا ده وفي ايدينا ده. تحط شوية من الميا اللي معانا دي. اللي هي مش الميا يعني لو ازر الورد مع الشاي الاخدر. وتقلبي هنا كده. كويس جدا. تخلي المكونات دوت انا شايفاك كده حلو جدا. طبعا انت عاوز اتقلي اكتر من كده براحتك خالص ده في ايدك وده في ايدي. كانا بعلمك الفكرة وانت عيشي احلامك. ممكن تكتفي الحدي هنا وامر اوي احنا حطينا حاجات مانجم كولاجين وحطينا حاجات مضادات اكسادة. حطينا حاجات ترتيب للبشرة تعتبر بديل للهيلورونيك واشطة جدا. فاضل حاجة قدي كده عايزة تحطيها عاوزة مش عاوزة تحطيها براحتك خلص. الا وهي يروح قلبي شوية من زيت الارفة. زيت الارفة كنت عملته معاكي هنا على القناة طريقته اسهل مما يكون. اللي انا كنت عامل اقولك في الازازة بتاعت زيت السمسم لو تفتكري. زيت الارفة قلتلك من الزيوت الراهيبة جدا اللي بتورد معايا البشرة. لو عايزة بشرتي كده تبقى النوع اللي محمر كده عارفة زي زمان كده كان يقولك ده خدود تفاح كده كانوا مسمي انك الخدود تفاح تلاقي الوحدة حرفيا وشها احمر من غير ما تحط اي ميكياج فعليكي وعلى زيت الارفة طريقته سهلة جدا كنت عاملا في فيديو كده بتاع توريد الشفايف لو عايزة طريق الزيت الارفة اكتبالي تحت في التعليقات ابعد هالك. هحطي منه هنا كده شوية. لزوم انه هو يورد لبشرتي وينشط الدورة الدموية في البشرة تمام? يوصل الغيزة والاكسوجين للبشرة. اهو. شوية من زيت الارفة كم نقطة هنا كده? لزوم تنشيط الدورة الدموية بيوصل الغيزة بيوصل الدم للبشرة وفي نفس الوقت بيورد لبشرة. هتدي له تقليبة كده حلوة جدا. تمام? وبكده يروح قلبي اصبح الصيرم معاكي جاهز. كل مكون حطينكم بلا حرفية. الشاي الاخضر رهيب. زر الورد رهيب. زيت الارفة امر. جل الصبار امرين. عاوزة تكتفي تاني بيه اللي احنا عاملينه دوت. ويبقى بمكونين. وتستخدميه بقطنة تمشيها على وشك يا نهار جمال ونعومة. عاوزة توصلي الليفل الوحش زي ما انا قلتلك. اعملي زي ما انا قلتلك السيرم ترتيب اكتر وتوريد اكتر. ده ممتاز وده ممتاز. حتى انا عايز اقولك لو فض منك مثلا زي ما انا فض مني هنا كده شوية. برضو تستخدميهم بقطنة وتمشي بها على بشرتك. اتمنى اكون ادار تفيدكم يا احلى واجمل اخوات. باشكر كل اخوات السلكين. السلكين بس يا جماعة. اللي حطوا لايك وتعليقات تسلموا لي يا نور عيوني. ويبص على الاول تعليق هتلاقي فيه ملفات كتير. اختموا الفيديو بالصلاة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.